ليش من اشرب مي ببيت قرائبنا حس المي مالتهم هيشي مطيب ليش صايري بيكمو دائما من تروحون البيت جدكم او بيت قرائبكم ويجيبو لكم مي تحسون المي مالتهم هيشي مزنجر الله يساعدكم بيت جدي شوكم ميكم مطيب اه ميكم مطيب كل ما اجيامكم مشرب مي يحس به هيشي رصاص بارود ما اعرف انتو من تجونا وتشربون مي يامنا هم تحسون المي مطيب واتغلسون يعني هو شعور متبادل لو المي مالتنا صدق طيب وميكم مطيب يلا حبيبي مثل كل مرة سماعتك بذانك تروح تقعد وحدك وتجيب اكل حلويات تمنو مرقه لفت بيض ايشي وتباوع على وجهي المين شبع منه فدوا اروح لي شايفين من تشوفون واحد ياكل ليمون شي يصير بيكم تحسون لسانكم صار بي حموضة صح لو لا لو مثلا واحد ياكل طرشي حموضة باع 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 لسانك حموض خلا سوي ليك تجربة ووقف ووقف عادي ردل لسانك صار قم يسلج قم تسلج ليش يصير بينا هيشي حالة مني نشوف واحد ياكل ليمونة او نفكر بس بطعم الليمون او نفكر بطعم شي حموض شوف اكو شي بلسانك اسمه براعم التذوق اللسان اذا تلاحظه اذا تشوفه بالهم راية عن قرب تلقى بيه مثل الحبيبات فتشيش نقاط صغيرة هي هاي صحوله براعم التذوق وهذني هنه اللي يخلل لك الضوغ الطعم اذا كان مالح او حاموض او حلو او مر الطعم المر اللسان يضوغه من جوه من اخر اللسان والطعم الحلو اللسان يضوغه من المقدمة منها والطعم المالح اللسان يضوغه من اليمنه ومن اليسرع من الجهتيام منه ومنه اما الطعم الحاموض من اطراف اللسان يعني دائر ما دائرة خصوصا من جوه من الاطراف فانت هسه من شفتني قاعد اكل شي حاموض دماغك قام يرسل إعازات لهاي البراعم المختصة بالحموضة خلتها تفرز اللعاب فهذا اللعاب يترجم العقل على إنه هو شي حامض فالعملية بدتها عينك من شافتني قاعدة أكل ليمونة وعينك وصلتها لدماغك ودماغك وصلها للسانك وخلى براعم الحموضة تفرز عندك وخلتك تسلت ولسانك صار محمض وهاي كل ما بالسالفة تدرون الكعب العالي أو الحذاء اللي يلبسوا البنات الكعب العالي أول ما اخترعوه كانوا يلبسوا الولد اللي اخترع الكعب العالي هم الأوربيين وكانوا الفرسان بأوربة دائما يلبسوه ليش كانوا يلبسوه لأن كان مني يصعدون على الحصان الكعب ينحصر بهاي الحديدة الجو والحصان اللي يدوس عليها الإنسان أو مثل ما يصحولها السرج فمن يخلوا الرجلهم عليها راح ينحصر الكعب ويالحذاء بيها حتى الرجلهم ما تتزحلك ويظلون ثابتين على الحصان وبعدين الحذاء الكعب العالي انتقل للمصريين قاموا يلبسوه القصابين حتى مني يذبحون الخروف ما يطبوا برجلهم الدم مالته فيلبسون كعب عالي انت تخيل شلون يطلع شكل الرجال من يلبس كعب ما البنات بس تخيل يتي شعر رجلة ولابس كعب شوف هاي الصورة كمية تقزز مطبيعية ما عرف شلون يتش على فكرة الحد هاي اللحظة اكو ولد بالدول الأوروبية يلبسون كعب عالي ما البنات عموما هو بعد فترة من الزمن انتقل للنساء وصار عبارة عن علامة للإنوثة أصلا وصار أن البنات يلبسنها خصوصا بالحفلات عموما العلماء والأطباء كلش ضد الكعب العالي ودائما يحذرون العالم من لبس الحذاء أبو الكعب بسبب أنه الكعب العالي يسبب آلام بالقدم وأحيانا يسبب كسر بالرجل أثناء المشي ويقولون لبنية ذات ظلت لبسة طول حياتها رح يصير عدة تشوه بالقدم لانه ما عرف شون يلبسوه هاي تصير الرجل تخيل ليش هيش الرجل تمشي موكيش وضعية والله هاي تخيل الرجل كيش هيش تمشي هاي تخيل رجل كيش هيش تمشي هاي تخيل رجل شون يوجع ترى والله البنات يوجع الكعب لهم يوجع لون إذا تخيل فقلولي أنتو البنات تلبسون كعب لو ما تلبسوه كتبولي بالتعليقات أكو هاي ناس كتبولي بالتعليقات قلولي يحكيني عن الكائنات المنقرضة شوفوا أكو حيوانات أو كائنات انقرضت بسبب طبيعي وبسبب غير طبيعي الغير طبيعي يعني إجا نيزك ضرب الكرة الأرضية ودمر كل شي بيها مثل ما صار ويد ديناصورات أما الشي الطبيعي يعني الحيوانات هن خلصا أو ماتا وقاما ميت كاثران أو البيئة قامت متوالمهم وخلصا من الكرة الأرضية أو البشر قتلهم خلينا نتكلم على كم حيوان انقرض شوفوا أكو طير اسمه دودو والله هو اسمه دودو هذا الطير انقرض كان طوله متر وكان وزنه 18 كيلو يعني لو تتخيله شي كلش شبير متر يعني يوصل لهنا نه تمام ووزنه 18 كيلو طليم مو طير هذا فكان البشر يصيدون بيه بشكل مو طبيعي أعتقد يعني قبل كانوا يأكلوه معروف لهذا السبب خلص وانقرض من الطبيعة ثاني شي بقرة البحر تخيل اكو شي اسمه بقرة البحر مو بس كلب البحر بقرة البحر هاي كانت تعيش بالبحر تشبه الحوت وكان طولها 9 أمتار ويقولون قبل كان البشر يروضها ويخليها تتعلم عليها ويربيها واحيانا كان يصعد عليها بسبب انه هاي البقرة كانت متفوت كل جسمها بالمي لا تبقى نص جسمها طالع من المي وتمشي بالمي يعني متفوت جوه كلش لهذا السبب كان الانسان بسهولة يصيدها او يروضها ويصعد عليها ويتنقل بالبحر فاعتقد لهذا السبب هي انقرضت ثالث حيوان فيل الماموث شباب هذا الفيل كلش ضخم فوق ما تتصور يعني حجمه ضعف حجم الفيل الاعتيادي وكان يعيش بالاماكن الباردة اللي بيها الجليد ما يقدر يعيش بالاماكن الحارة هو اصلا كان عايش بالعصر الجليدي هذا الفيل انقرض بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجليد قام يذوب والدنيا قامت تصير حارة اكثر فقام ما يتحمل يعيش لهذا السبب انقرض شباب اكو كوما حيوانات منقرضة غريبة عجيبة هاي الارض عاشت بيها كوما كائنات احنا اصلا ما شاي فيها بس المشكلة اذا احتي عنهن منا لي باشر ما راح اخلص وكل هاي الكائنات اكثريتهن ماتن بسبب البشر البشر هم قضوا عليهم وهذا الشي دي ضر الطبيعة لان اكو حيوانات او كائنات الله خلاقا على مودي تفيدنا شوان مثلا اكو حيوانات تخلصك من البايق او مثلا اكو حشرات تخلصك من فلان مراض او فلان جرثومة بدون ما احنا نحس فانقراض الحيوانات دي يأثر حتى على حياتنا يعني اكو حتى انواع نباتات انقرضت من زمان انا مرات افكر اقول حتى نهاية العالم تصير بسببنا يعني رب العالمين من يسوي يوم القيامة رح يسويها حتى هي على حسب افعالنا لانو الحياة بعد ما تتحمل اصلا يعني الحالة الصحية للانسان بدت تتعب سنة ورا سنة الانسان قام ما يتحمل يعيش فوق الستين سنة بسبب تغير المناخ الطبيعة بدت تتغير ازدياد درجات الحرارة فاحنا دندمر الطبيعة يوم ورا يوم عموما اذا اكو حيوان ببالك من قرض اكتب لنا اسمه بالتعليقات واكتب معلومات عنه اكو سؤال خبصوني بي ليش من نمشي بالشارع ونباوع عالقمر نشوف القمر يمشي ويانه واو باوع افتح مخيخك السبب اللي يخليك تشوف القمر يمشي وياك من تمشي هو انه القمر كلش بعيد عليك انت ليش محسسن انه القمر بصفك مثلا القمر يبعد عن الارض ميتين الف ميل ولان القمر بعيد عنك ما راح يتغير مكانه من تمشي انت نقطة موجودة عالكرة الارضية والقمر بعيد كلش وماخذ مكانه وثابت فحركتك اللي هي تعتبر سانتيم سانتيم هيش صغير من مساحة الكرة الارضية ما راح تغير مسار القمر عنك كيد راح يمشي وياك تشوفه لان هو بنفس المكان ونته مشيت نقطة كيد راح يبقى ببقانة قاعد تفتهم انت ليش محسسني قاعد تمشي 30 الف كيلو متر بالساعة انت ذا تمشي خطوتين وخبص لي خبص من تفتر الكرة الارضية كلها بربع ساعة ذاك الوقت راح تشوف القمر ثابت بمكانه وما يتحرك وياك واي كل ما بسالفه سؤال هذا صدق ما احد نفكر بي منو اخترع تشيس الزبالة ياله هو صحيح قبل شلون كانوا الناس يذبون الزبالة متفكر وين كانوا يذبوها بشون يحطوها شوفوا قبل آلاف السنين البشر اصلا ما كان عندهم زبالة تخيل ما كان اكو زبالة نهائيا ليش ما اكو زبالة شوف هي الزبالة منين تجي من الشغلات اللي نشتريها صح الو لا وهاي الشغلات اللي نشتريها تكون بيها اكياس ومواد ثانية قبل ما كان اكو هيتشيس والف يعني ما كان اكو تشيبيس ونساتل ومعلبات وقواطي حتى الاكل كانوا يزرعوه وياخذون اللي يحتاجون بس بحيث حتى اكل خربان ما يبقى عندهم خابت قول اه يبقى عندهم اكل خربان حتى ذا بوقع اكل خربان يطولي الحيوانات ما يعتبر زبالة مثل هسه قبل كان الانسان اقتصادي فوق ما انتو تتصورون اذا تركز بيها تقول نستاهل احنا نعيش بزرباب والله العظيم كومه شغلات كومه ذا تركز على اذن الشغلات الصغيرة تحصلها غاضب علينا بسببهن فقبل الانسان كان مو مثل هسه هسه يشتري ويذب ويطبخ ويخرب ودهن وبطالة مال زيت وشيس مال حليب فكل هاي تكوننه زبالة قبل حرفيا الانسان ما كان عنده زبالة نهاية صفر بالمئة الزبالة كانت قبل آلاف السنين صفر عموما بمرر السنين من صار الانسان عنده زبالة تخيلوا يطلعون على القناة العراقية والشرقي ايش وعدي ايش على مروع الزبالة سابقا عندما كان الانسان لديه زبالة عموما بمرر السنين من صار الانسان عنده زبالة المفوضه قول نفايات بس انا معتبركم اخوتي بل حتى منطق هذا مال النفايات تفاح تفاح امرد بليز بي اطلع بقناة اوكي رعا برد قلبك عموما من بعد ما صارت عند الناس نفايات زبالة ايش تطلع من قلبك زبالة زبالة ايش تطلع من كل قلبك زبالة فبمرر السنين من صار الانسان عنده زبالة ايش لون قام بالانسان يتخلص منه كان يجمعهن ويحرقهن وعلى فكرة طريقة تحرق النفايات او الزبالة طريقة كلش صحية وصحيحة عام 1950 اكو واحد اسمه هاري فاسيليوك هين اسم هذا هذا كان عده صديقي يمتلك سيارة فكان يجمع الزبالة مالته بسيارة صديقة كل مرة فكلما يدزه يقول لي امشي علي كيفك على موض الزبالة لا توقع من السيارة فمره من المرة الصديقة ده يتشاقوا ايه فقال لي احتاجوا حقيبة خاصة للنفايات فهذا قرر صدق يصنع كياس خاصة بالنفايات ويجمع بيها النفايات الزبالة فعد من بعدها انتشرت اتشياسة الزبالة لكن اليوم ايش قيت حلو شيفت فيديو ما ادري يا دولة دولة اوروبية اعتقد مصوري سيارة الزبالة يومية تجي الصبح هدوء تطلع من السيارة مثل الحداي دي شي لان السلة مال الزبالة او الحاوية مال الزبالة وهي شي تقلبها بهدوء وتوقع الزبالة كلها وتنزلها وترجعها بمكانها فينزلوا العمال من هاي السيارة يعقموها للحاوية كلها يعقموها ويرجعون الحاوية بمكانها يعدلوها ويصعدون بالسيارة وتوكلنا على الله اتذكرت سيارة الزبالة اللي عندنا تفوت مني يوم بابنا تذب شربة مال الزبالة يوم بابنا وتظل اسبوعين ريحة الشارع جايفة خرب بالوضعية النبع عمال النظافة اللي دي يشتغلون يريدون كرامية بمناسبة شنو مثلا بمناسبة الجيفة اللي ذبيتوها بباب بيتنا لو على سيارتكم البيه اسهال وكل شوية تسوي فس وتنقط تنقط خر عصير عصير ماش شعب عصير الزبالة اللي دي يبحث عن عصير الزبالة خليشوف السيارة ما تفوت مني يوم بابه اكو ناس دائما تكتبلي بالتعليقات ليش اليابانيين والصينيين والكوريين نفس الوجوه ويتشابهون وعيونهم صغار يابا وحق الكعبة ما يتشابهون وحق الله كل من عنده شكل خاص بي يعني هسه هذا منو منو هذا؟ مو جاكي شان؟ اكو واحد ما يعرفه؟ يعني اذا شفت غير صيني راح تقول هذا جاكي شان؟ لا بابا خليلي خليلي صورة الرئيس الصيني خليلي اياه هذا؟ هذا جاكي شان؟ نفس جاكي شان يشبه موه؟ ترى على فكرة نظرية التشابه اللي دا ضربوه عصيرين ترى هم ميتشابهون انا راح يخبلون الناس اللي يقولون الصينيين يتشابهون بس منو تشوف واحد صيني تعرفه صيني بس مو معناه انو الصينيين كلهم يتشابهون ملامحة الصيني اوكي بس مو يتشابهون نهائيا ماكو اي شبه بيناتهم وريح قلبك اكثر؟ ليش الصينيين والكوريين واليابانيين يتشابهون؟ لان هم كلهم من نفس المنبع تعرف يعني شنو؟ يعني قبل الالاف السنين الشعب اللي كان عايش بالصين هاجه وين راح لليابان؟ وشعب اللي كان عايش في اليابان هاجر وين راح الكورية؟ وشعب اللي كان عايش어� بكورية وين راح للصين؟ فصار بيناتهم اختلاط يعني اجدادهم هم نفس الاجداد فملامحة تشابه عندهم بالوراثة واكذا اناس سننطلل لك هم صارت عيونهم صغر بسبب القنبلة ومه Allez Mainedre شنو؟ كله شذب شذب شعلي مش صار العيونه اصغار؟ شان هو صارت عيونه صغار ابنه شعليه تساني كويته الوجه بالقوتي ابني من خلفه يطلع اوجه مكوي ماكو تفكير ماكو يعني سبحان الله اليابان صارت عيونه ايهيتي بسبب وقعت قنبله هيروشيما وصوتهم هيت شان هالكلاوات ها كتا وين لقيت هاي الكلاوات فصدقني ماكو اي تشابه بكوريا او بالصين او باليابان وهذا جاكي شان اوكي وهذا بروسلي يشبه يشبه جاكي شان او يشبه وهذا جون كوك جون كوك ترفح هو اسمه جون كوك لو جون كوك لو جون كوك اوي راح يخرب من جماعة الكاي بوب ها الله يساعدكم جماعة البوب الكوري سلام عليكم تحياتي لهم هواي منهم يتابعوني وردوا ردوا وردوا على اذن اللي يقولون الكوريين يتشابهون ردوا ترجمت جوجل خليح شيوان بالكوري اضغط لايك اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة سؤال ليش النمل يمشي بخط مستقيم دائما اذا شايفين النمل يمشي عدل نملة ورا نملة بدون اي عوجاج بالمشي عدل وولا نملة منهم تغلط ليش النمل ما يمشي بخربط شوفوا النمل هو مذكور بالقرآن الكريم وانذكر بالقرآن الكريم لانبي سر وابداع من رب العالمين اكثر الناس يعتبرون النمل شي تافه وبسيط ويشوفوا اضعف المخلوقات الموجودة على الكرة الارضية بس اذا تركزون بهذا المخلوق راح تلاحظون العكس انه هو من اقوى الكائنات الموجودة على الكرة الارضية تدري النمل يقدر يعيش باجواء مناخية مستحيل انت تقدر تعيش بيها تدري النمل يقدر يشيل اشياء حجمها اكبر من حجمه باضعاف العلماء يقولون النمل عنده عضلات اذا امتلكها البشر يقدر يشيل سيارة فوق راسه ويمشي تدرون النمل مرات يربي حشرات صغيرة ثانية ويدافع عنها خصوصا الحشرات اللي تكون اصغر منها واللي تكون معرضة للخطر وما تقدر تدافع عن نفسها عالم النمل هو عالم ثاني يشبه عالمنا بمستعمرات وجيوش وجنود وعمال وملوك وكون نمل يأسر نمل ثاني ويحبسه ويستعبده ويخليه يشتغل عنده تدرون العلماء يقولون انه النمل اكتشف الزراعة قبل الانسان انه النمل قبل شان هو يزرع قبل ما يعرف الانسان شوني يعني زراعة تدري اكو هواية موجودة عند البشر وبكل بلدان العالم عندهم هواية يربون النمل اسمها تربية النمل يعني يكون ناس بأوروبا وبالدول الثانية تربي نمل وكو مواقع عنها تتبيع لك حوض ما النمل وتبيع لك شيشة بها نمل بها تقريبا عشرين نملاية تخليها بهذا الحوض وتقفلها وراح تلاحظ انه هذا النمل شوان يتكاثر شوان تصير الملكة شوان تحفر شوان تكون جيش كل شي كل شي تشوفها كل شي يصير قدامك زيان هسا خل نجي على الزبدة ليش دائما نشوف النمل يمشي بخط مستقيم بدون ولا غلطة عدل شوفوا العلماء يقولون انه النمل يرش مادة بيها مثل العطر على الارض ما نقدر احنا نشوفها ويرسم بيها مسار مستقيم كلش هذا المسار يخلي كل النمل اللي يشوفوا يمشون عليها يعني يمشون على نفس المسار بدون ولا غلطة خصوصا من الذب اكل بالقاع مو على طول يجي النمل قبل يلتم عليها لا بالبداية اذا لمحتها نملة بداية كل نملة يتش تفوت بس تلمحها ترسم المسار هذا على الارض حتى شنو تجيب النمل كلهم عليه وعلى طار النمل ما طول انا بكل حلقة انصحكم بفيلم اليوم جايب لكم فيلم مليان نمل والفيلم هذا يشك شك كلش حلو ورح تستمتعون به بشكل مطبيعي الفيلم اسمه ابوكز لايف هايا صورته وهذا اسمه هذا الفيلم مرح تشوفه ورح تحسون نفسكم عشته ويا النمل وراح تشوفوه هم مش قد يعانون ويتعبون على مودي يحصلون الاكل وهذا الفيلم بيرسالة كلش حلوة انصحكم تشوفوه تلقوه موجود بسينمانة او بمواقع الافلام شوفوه وكتبوه لي من طرف يوميات واحد عراقي سؤال هو دليش مني نشوف واحد يحكى ظفرة بالحيط جسمنا يكزبر او مثلا مني تجيب جريدة وتحك بيها الجامع اوه ماي جود يجي طابوقة وتحك بيها سنونك اوه ايتي مارش يصير بيه اشمعنا هيتي يصير بينا وهم جسمكم يكزبر من شغلة معينة مثل هذاني اكتبولي بالتعليقات سؤال شلون قبل الإنسان قبل آلاف السنين كان يصنع السيوف مايصر عدكم فضول تعرفون شلون يصنع السيوف قبل السيف كان هو السلاح الوحيد للإنسان اللي كان يدافع به عن نفسه وهالحد شيء بعصر الجاهلية قبل ما ييجي الدين الإسلامي أول ناس اشتهروا بصناعة السيوف هم العرب خليوا أبالكم ترى العرب هم التاريخ كله يعني لعبالك الأجانب كانوا هم مثل ما يشوفهم بالأفلام بعصر السيوف ومستلسل Game of Thrones ترى كل أخلاوات العرب هم أساس التاريخ كله تمام؟ يعني العرب كانوا يصنعون ويسوونوا الأجانب كانوا عبارة عن وحوش همجية هوس هوس ما تعرف شو يريدون بالضبط بس اللي عندهم أصول كانت هم العرب فأول ناس اشتهروا بصناعة السيوف هم العرب وتحديدا هم أهل اليمن على فكرة اليمن هم أصل العرب يعني إذا تريد تروح تشوف العرب الأصليين روح لليمن أهل اليمن هم اللبما للعرب اللي بعدهم الحدث هم حافظين على الشكل هم العربي يجوزحنا العراقيين أو بقية الدول العربية تعرضنا لاحتلال وغزو وكوما شغلات وصار عندنا اختلاطات من غير بشر فصار عندنا ناس شقر وبيض وعينهم خضر يعني شي كنا اختلفوا بمرور السنين بس إذا تريد تشوف إنسان عربي أصلي شكله عربي ولونه عربي روح الأهل اليمن فعموما بالبداية اللي اشتهر بصناعة السيوف هم أهل اليمن كانوا كل شي فيكون من يصنعون السيف كانوا يزخروفوه ويخلولهم جوهرات ومدرشونه وأحجار كريمة وأيس والف شلون قبل كانوا يصنعون السيوف كانوا يصنعون من الحديد منين يطلعون الحديد كانوا يطلعون من الصخور فأول ما يصنعون السيف يصنعون اليد دماتة بعدين يجيبون حديدة رفيعة يخلوها بالنار يحموها كل شو بعدين يدقوها الحد ما تصير مضغوطة وبعدين يصقلوها أي بمعنى يسوها متساوية ومن بعدها يحدوها بيش كانوا يحدون للسيف كانوا يحدوه بالإحجار الحد ما يصير السيف حاد وصالح للاستعمال السيف قبل كانوا يشيلوه كل الرجال وكان حالة حال لعقال بهذا وقتنا ماذا قد تذكره هذول اللي يعتبرون لعقال رمز للشرف والمدرش فقبل اللي كان يوقع مننا السيف يعتبر عار على المجتمع اللي هو بي عبالك وقع شرفه فكان السيف يرمز للشرف وعلى طار السيوف وهوائي منكم قالولي حتشيننا على السيف الإمام علي عليه السلام أو مثل ما يسموه ذو الفقار ليش سموه ذو الفقار لأن بي حفرة بالمقدمة أو بي راسيا مثل ما نسميه وكو بيهم يقولون سموه ذو الفقار لأن أي واحد رح ينضرب بهذا السيف رح يفتقر بالدنيا وبالآخرة أي بمعنى رح يتعذب بالدنيا وبالآخرة الروايات تقول أنه هذا السيف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انطاه هدية للإمام علي عليه السلام على فكرة هواي أكو روايات تتكلم عن هذا السيف أكو رواية تقول أنه بيوم من الأيام انكسر سيف الإمام علي عليه السلام فنزل جبرائيل عليه السلام يعني السيف هذا منزل من السماء على حسب الرواية ويقولون من نزل السيف من السماء الناس كلها سمعت صوت يقول لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار على فكرة الإمام علي عليه السلام بحر كلش شبير لو شقد ما رح تقرون عن هذا الإنسان رح تنصدمون أفكم من أنه هو إمام معصوم وابن عم الرسول وزوجته فاطمة الزهراء وأولاد الحسن والحسين بس هو عنده أبيات شعرية كاتبة خرافية يعني شوف هذا الشعر إذا تقرأ بالطول يطلع نفس ما تقرأ بالعرض قاعد تتخيل؟ على فكرة عنده حتى خبرة مطبيعية بمسائل الرياضيات ومسائل معقدة كل الصعبة يعني تخيل لي حل مسائل الرياضيات قبل لي يجي نيوتن قبل لي يجي أنشتاين غير أنه هو عد علم الحساب وعلم الطيب وعلم الطبيعة وعلم الفيزياء غير الأقوال والحكم والقصص اللي آلاف مؤلفة ما تخلص الإمام علي عليه السلام إنسان واحد ما يتكرر بايد الدنيا فهو يعتبر فخر للدين الإسلامي فعموماً هسا السؤال هنا وين راح سيف الإمام علي بهاي اللحظة؟ وين راح؟ بعد ما استشهد الإمام علي عليه السلام السيف ماتة وينة؟ يكتبوا لي بالتعليقات سؤال ليش توم وجيري مني يروحون للبحر يلبسون شورت؟ وبالأيام العادية كل شي ما يلبسون على فكرة أنا كل شي أحب الكارتون والحد هسا أشوف سبونج بوب وراح أظل أشوف سبونج بوب الحد ما أصير شايب كلش أضوج من هذول اللي يسوون روح مكبار ووذقال ويستحون يسوون شغلة مع الأطفال ترى الإنسان يحتاج يكون طفل بيوم من الأيام والعلم هما هذول نفسهم اللي يسوون روح مكبار ووذقال يتمنون يسوون هاي الشغلات يتمنون يصوون أطفال يتمنون يبوعون كارتون يتمنون يلعبون بالشارع بس خاضعين لهذا المجتمع لمعفن أنا أؤمن بمقولة تقول البس اللي عجبك وكل اللي عجبك وشوف اللي عجبك وسوي اللي عجبك وطز بالناس ترى الدنيا راح تخلص وعمرك بيوم من الأيام راح يخلص يعني مني يخلص عمري واني حارم نفسي من شغلات أنا أمنيتي أسويها على مدحضرة جنابك الكسيف المعفن شا استفاديت ها؟ شا استفاديت يعني هذول الناس لهم راح يفوتون نياق للقبر ولا راح يتحاسبون نياق شا فيدني نظرتهم الزربابية مني يبعون علي شا تفيدني؟ ما عرف لا راح يتحاسبون نياق لا الله راح يحاسبني لأنني ما سويت هذي الشي قدامهم ماكو ماكو يا عمو لا شيء إذا عاجبني أمصمص بمصاصة بالشارع أسويها حتى ذو عمري خمسين سنة وضز بالعالم وتبعقال كم 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 المستحي أوه يفدوها 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 اللي بنفسك تلعب بخشمك بس ما تقدر اللي انت استيعي هاكي 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 حبيبي هاكي كيفي كيفي حرام؟ هذا حرام ما سوي أي شي حرام ما سوي حرام ألعب بخشمي قدامك؟ لا لا دا لعب شنه يعني انت بشون راح تفيدني ما دا أعرف بشون راح تفيدني مني تقيد قدامك بشون راح تفيدني أبو جبار الخايس المعفن بوع علي أولا أنت خايس هاي شي من تقين مني أوكي بس قول لي شنو شعورك بنباشر عقمة تموت وما هي حالتك اللي شنت ملتزم بيها هاي عودي ثقل مالتك ما يسلك على كل هالأمور وما يسلك على كل ذن الشغلات اللي تحارب نفسك منها يعني شعبالك بيوم القيامة راح يصاف قولك؟ واو! مجان يلعب بخشمة مجان يلعب طوبوية زعاطيط ما للمنطقة واو! يو بدوة يبدوة مجان يبوع كارتون هذا الشي شبير سيروح زلمة زربة واو! هذا ملتزم بالعادة والتقاليد واو! اههه42 اكيد اي labor اصلا العادات واله تقاليد ديتوا اخترعتوه يعني الله ما طالوبها منكم وباشرق holk brashentrk عمية تنعال اذا عملتوا هاي العادات او مم اسوعتوه يعني اذا شفت سبونج بوب مرح تكبر الله ما لعلقه مرح يسيلك على هذا الشي اذا عارتوه یو مم شفته و ήταν اضرب لك مثال على سبونج بوب كيه شيئه شغلات انه اللي كبير من العمر بياسوواه لانان يستعون كون 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 شغلات انه بس piركز به بك النادر انا ابوك يركض شوف الفرق بينه وبينك تعرف شنو التتشبير قوم وقف قوم وقف قوم وقف الفرق بينه وبينك تعرف شنو انا مستمتع بحياتي وانت معفن بعاداتك وتقاليدك يعني هسا انت ابو جبار الخايس باو عليه تقدر بهذا عمرك اللي صار خمسين سنة تلمز عاطيط المنطقة وتلعبون طوبة بالشارع ما تقدر صح ليش لان جوارينك المعفنين بيتابو طرقة وبييتابو نعال تستحي منهم فلهذا السبب انت متقيد بينما اني من اصير بقدك حالي حال هسه خبل 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 حالي حال هسه كل شي اسوي تلقاني افتر بالبايسكيلي بنص الشارع اروح وجه يميني بكيفي بكيفي ما حد الا علاقة بيه نظرة العالم المعفنة ما راح تطيني فلوس قعد تفتهم حياتي هاي ما ضيع منها يوم واحد اذا ما استمتع بي يعني اذا انت تنتقدني على التصرفات اللي اني ما مأذيك بيها فانت زرباب والله انا ما سوي اللي بنفسي خاف ومفلانة تشوفني وش مستفاداني من نظرتها هاي المالها داعش راح تطيني فلوس بابا عيش حياتك ومالك علاقة بالناس هم اصلا الناس 24 ساعة يحشون واني زكتون بس لغوة بابا ما اكو بس حاج بس في حلقي يفتح وبا هذون الناس هيش باع هذون الناس ها هاي هاي اللي حلو با كش 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 ما يسوون بس هاي شوف ها هاي 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 هل هو هلو هاي تشوف تشوف بس هذي حالك حالك برطم هيشي نصيحة لكل واحد ينتقدني تطيني فلوس تطيني فلوس انت مو مقتنع بهاي الشغلة اللي قاعدة سويها مثلا تطيني فلوس فاد مئة الف دولار وما اسويها لمدة اسبوع اسوي عقد ويق لمدة اسبوع مني يخلص هذا الاسبوع ارجع اسويها تريد تجدد العقد تطيني مئة الف دولار مرة ثانية حتى ما اسويها ايه حبيبي تدفع انا راح استغني عن شغلة انا حابه اوكي اراح استغني عنه فاد تطيني فلوس ليش بس تلغي ليش بس حالك انت ما قاعد تطيني الفلوس كشي ما مستفاد منك ليش اسمع كلامك الخايص كم امه ها والله انا ما قلبس شورت من اطلع ليش مؤاني رجاجتي بيرعيب شغل علي بالمنطقة شو ما اطقية على اساس اع كل ما تقول للواحد الجو حار يقول لك الله يعيننا على حر جهنم شعب واثق من نفسه راح يفوت للنار وعادي عدا كلش طبيعية سالفة متهيئ يعني وحاسب حساب راح ينشوي بيوم القيامة سبحان الله العراقيين شغل قنوعين مقتنعين بحياتهم اللي عايشيها اثبت لك انه تسا مقتنع بهاي حياتك ابسط شي تسا قاعد بو عليه اتس نورمل عادي ومتمدد والوضعية الامور طيبة فصراحة مع العلم انت عايش بكارثة ما عندك كهرباء وعادي كلش طبيعية سالفة عندك اتس نورمل سوات برو قنوع وشني يعني وذاك اربا معدي صاحب خط منا بالمولدة منا بالسحب خمس امبيرات ومو بسيج حتى اهلي عادي رغم الالم والحياة تعيسة عادي انزل على امي لقاها تضحك هلا ويا امي ها ها هلا وتطبخ وابويا قاعد يباع افلام كوم امي وهادي طبول للحمام ويمارسون طقوسهم واختي تقره وتدري كل هذا التعب امامنا فايدة بهذا البلد وماعد تتخرج وتظل تقابوني تقعد بالبيت وماكو شركة تلف فيها وتعينها لو امي تروح تجيب صمون ويخلص الزيت تروح تجيب بطل زيت عادي عادي لو الحلو عدا استعداد تسوي لزانيا وبابا غنوج وذاك اليوم جابت لها مثرامة تخيل جابت لها مثرامة مثرامة كهربائية مال لحم مدري مال شنو يعني عائلة عدها طموح فوق ما انت تتصور عم يروح يشمر نفسكم من السطح قوم قوم يشمر نفسك من السطح روحوا تشيط وانت تشوف روح تشيت ونسوي لك دا شاقة غرق روحك ما عندك مسبحة تغرق روحك به طاشرت صغير الترسمي باقبق راسك به با*** مدة خمس دقايق عاشة وعيشة سعيدة والله العظيم عارف تشلاب عايشة حسن من عندنا ما احتراماتي لكم يعني بس هذا واقع أقو تشلاب مربيهم ناس بالدول الأوروبية عايشين بغرفة أبرد من الغرفة اللي أنا عايش بيها وأحلى من الغرفة اللي أنا عايش بيها ويسبحوني بشامبو أصلي أحسن من الشامبو اللي أنا أسبح بيه وعدهم صفحة على انستغرام بيهم وعد مليون تخيل أكوش لا بعدهم حسابات على انستة تخيل أنت عندك 900 متابع وأكوش تشلب عدد 500 ألف و 400 ألف و مليون و مليونين أنت هسا شي سوا بروحك من تشوف تشلب مرتاح أكثر من عندك وعايش بلاس فيغاس على فكرة رغم كلامي هذا إحنا شعب صابر الرباعي والله العظيم صابر على سوء الخدمات والحر والمستقبل المجهول صابر الرباعي على كون مشغلات والحلول بيني عادي سوات يما روح رجع المثرامة في دول ربك روح روح رجعيها نجم حسستني إحنا قاعدين على جبال الهملاية وعندش مطبخ على الجبل يطل على الخضار وعندش ريسز ما لحصونه قبال بيتنا شو مطبخ مدبق ما ينطبي من الحر شون هالواهس ما تعرف شون هالخلوق ما تعرف أمي من كثر ما عاش حياتها بشكل طبيعي وإيزي أحب هديل هغنية ناسي عجرم شو واسق في حاله شو قلبه آوي وقلبي من جماله دايب مستوي يوالو دايب مستوي مستوي من الحر وعادي إيزي سوى إحنا موقع لا تنفجر يمنى السيارة جت فترة لا تنفجر يمنى السيارة شوو الطوق شون هذا الصوت ها عز يارة وفخخ يطيني من يمك صمونة عادي ها حنجلط والله العظيم را حنجلط يا فدوة شباب هذا الموضوع اللي داحتش بيه هسه هو موضوع تقدر تسمين هو اللبة اللي وسطتنا لهذا الوضع بالمختصر هذا الموضوع هو اللي يمتعب الشعب العراق اللي يمتعبك ومتعبني ومتعب كل البشرية اللي عايشة بحال خارطة العراق يعني بس خن خدمك اوكي خن اخدمك افتح لي دماغك احنا قمنا نقول الكل شي عادي وقمنا نتقبل كل شي بسبب انه اي شي بالبداية صار تساهلنا وياه لذلك صار عادي يعني مثلا تخيل اليوم هو اول يوم تطفى بيه الكهرباء اول ما تطفى الكهرباء اذا الشعب كله تخبل وكبر الموضوع ما رح تطفى مرة ثانية بس لقلنا عادي راح نعاني منها طول حياتنا ومن تصير حالة تحرش بالشارع نقلو بالدنيا ومن نشوف واحد انقتل نقلو بالدنيا ونظل سنة نحكي بيها من طالب يطوب للمدرسة ويلقى البنكة ما تشتغل يحرق المدرسة حرق وما حد يدون حتى ما تتكرر شوف يشغل الشغلة بسيطة بس هاي تجر وتجر وتجر وتخلينا نوصل للحظيظ فالعراق بعد ما يتغير لان الشعب تعود على هالعيشة اكو حل واحد ممكن يخلي العراق يتغير الحل هو نستبدل الشعب كله بشعب جديد شعب ما يقبل ينذل شعب ما يعترف بكلمة عادي وتجي قنوات تتصور وصل قضية وهو سو واشنو هادا نعم بشارع معدى بيات واشنو معقولة واسبوع اسبوع نظل نحكي بيها فقل يوم والله خطيئة واحد نعم جوة جسر معدى اكل ووو معقولة يو سو دعمة عين واسا وين دي قولي بيات والحمد الله متأكد هاني هاذ الموضوع ما حد نركز عليه بس هو هاذا تقدرون تتعتبروه روح الاذية اللي احنا عايشين بأي هاي الاساس والله العظيم هي هاي الاساس اللي امتعبتنا وعادي سوو ويلا قوم من آخر صحيات الحلقة في دول رابا قوم من انتي قومي باعي كماعين امتلتلات عالسينك تمام عالسينك ماعينكم امتلتلة تمام مثل كل مرأ عصري فوقاها شوية زاهي اوجالي الهيب من هنا هاي بالكوري يوقي سو سو productions يوقي سو listeners يا جي سوسو ياه سايكوتشي شنو يصير اذا تاب كتبولي بالتعليقات